اشتركوا في القناة في سياسة الهند في منطقة غرب آسيا كما تعكس رغبة وإرادة البلدين في الحفاظ على الزخم الذي تحقق في العلاقات الثنائية عبر التاريخ فميناء المنامة يقف شاهدا على تجارة اللؤلؤ والأقمشة والتوابل التي كانت قائمة بين شبه الجزيرة الهندية والخليج العربي منذ ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد واستمرت وتطورت بتطور البشرية حتى وصلت هذه العلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات وأشار إلى أن الوثائق التاريخية تذكر أن من أوائل المساجد التي شيدت في العالم كان ذلك المسجد الذي بني في ولاية كيرلا الهندية عام 629 للميلاد وشهد هذا المسجد على علاقة تاريخية بين الهند والخليج العربي أصبحت أكثر عمقا مع تشييد المعبد الهندوسي في عهد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح عام 1819 وتم التوسعته في زمن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عام 1869 وقد توجه رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي بعميق الامتنان إلى جلالة الملك المفدى لما يليه جلالته من أهمية قل مثيلها في العالم بترشيخ مبدأ العدالة وحرية الدين والمذهب والعقيدة في المجتمع البحريني بكل أطيافه وهو ما سهل كثيرا دور المركز في تحقيق أهدافه حينما جعل من التنوع والتعددية وحرية الأديان مصدر قوة للمملكة على مر العصور هذا التعايش السلمي لم يتواجد من تلقاء نفسه ولكن وبسبب تواجد هذا المعبد في البحرين لمدة 200 عام فإن هذا التعايش لم يكن حديثا في المملكة فقد منحتنا عائلة الخليفة الكرام آنذاك الأذن بموارسة عباداتنا في هذا البلد المسلم وأن يكون لنا معبد خاص وهو أمر يدل على التسامح في البحرين لقد قدم لنا مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الدعم بكل الوسائل فضلا عن الرعاية البلكية المستمرة لاحتفالاتنا الدينية في مملكة البحرين حيث كان للمركز دور رئيس في إعطائنا الدعم الكبير لاحتفالاتنا داخل المملكة